من جديد أهلا بكم مشاهدين نشرت وكالة روسية صورا لجنود من المشاة الروس يشاركون في معارك ريف حما الشمالي إلى جانب عناصر الفيلق الخامس الذي يعمل تحت إمرتها وكانت الطائرات الروسية قد شنت غارة مكثفة بعد تقدم لقوات النظام على محاور اللطامنة والهبيط بريف حما الشمالي إلى ذلك أعلنت فصائل المعارضة عن استعادة السيطرة على تلس كيك بعد تنفيذ كمين ضد قوات النظام أدى إلى مقتل عدد من عاصر وضباط التقرير التالي والتفاصيل بأي الاتجاهات العسكرية ستسير الأمور في رفي حماة وأدلب إذن يلوح في الوفق أن الطائرات أو المدافع ستتوقف عن القصف لا يبدو من التجارب الماضية مع النظام أن التهدئ قابلة للتطبيق على المدى المنظور إذ تقول القاعدة لا تهدئ بدون هدنة ولا هدنة بدون تهدئ لا الروس التزموا بوقف إطلاق النار ولا النظام ملتزم بالعهود وستكون بلدات الهبيط واللطامنة وكفرزيتا وخانشيخون عرضة للقصف المكثب عبر الغارات الطيران الحربي والمروحي سيؤمن الروس غطاء جويا لشق طريق أمام قوات النظام على محاور اللطامنة والهبيط بريف حماة الشمالي في محاولة لمحاصرة بلدة الهبيط من الجهة الغربية والجنوبية اللافت هنا أن الجنود من المشات الروس شاركوا في معارك ريف حماة الشمالية إلى جانب عناصر من الفيلق الخامس الذي يعمل تحت إمرتها وهذا ما يعزز فرضية فشل قوات النظام بتحقيق التقدم والسيطرة التي كانت روسيا تخطط لها للوصول إلى أهداف عسكرية ما زالت عاجزة عنها في هذه المناطق يدرك الروس إذن أن المحاور الأربعة المنفصلة التي فتحها النظام سيحتاج إلى مضاعفة الإمداد البشري وتكثيف قصفهم المتواصل والجنوني إذ شنت قوات النظام هجمات على محاور قرية الأربعين بريف حماة الشمالي نهيك عن محور الزرزو في ريف إدلب الشرقي تقول الأنباء إن فصائل المعارضة نفذت كميناً ضد قوات النظام في أعقاب دخولهم إلى تلسكيك وأفضلت إلى مقتل عدد من قوات النظام وستطاعت الفصائل باستعادة السيطرة عليها قد تنبئ المؤشرات العسكرية أن روسيا والنظام لم يحقق المكتسبات العسكرية على الأرض رغم القصف المتواصل منذ ثلاثة أشهر إلا أن مؤشرات أخرى قد تنبئ عن أن روسيا قد تتجه إلى أسلوب الاستنزاث بعد تعثرها الواضح في تحقيق مبتغاها دخول المشاة الروس في خط المعارك هل هو دلالة فشل النظام؟ هل خلاف الحاصل بين الميليشيات الموالية لإيران والميليشيات الموالية لروسيا؟ هل هو دلالة على إبعاد إيران عن جبهة حماة؟ مشهد عسكري معقد كما لو أن الروس يحاولون خلط الأوراق للفوز بورقتها السياسية التي تطمح موسكو بتحقيقها في سوريا ولفتح النقاش في محور حلقتنا الثاني نستضيف من موسكو قسطنطين ترويتسيف كبير الباحثين في معهد الاستشراق في موسكو وأرحب جدداً بالقيادي في الجيش الحر مصطفى سيجري ضيفنا من أنطاكيا أبدأ معك سيد قسطنطين اليوم وسائل أعلام روسية نشرت صوراً لجنود وقوات خاصة تشارك على الأرض بشكل مباشر في المعارك إلى جانب قوات النظام ضد فصائل المعارضة اليوم ما الذي يدفع روسيا لأن تتحرك بشكل مباشر وتحرق قواتها في هذه المعارك؟ ما أستثني هذا أن إمكانية مشاركة القوات الروسية الخاصة في النضال ضد الإرهابيين في هذه المنطقة وخاصة أن هذه التحرير الشام منظمة إرهابية معترفة بذلك عالمياً بما في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإلى آخرها ولذلك النظام السوري وروسيا لها حق كامل لتصفية مثل هذه العناصر لكن سيد قسطنطين أنت تقول أن تصفية هذه العناصر لكن الصور التي تظهر من الداخل السوري تظهر أن الروس يقومون بقصف مناطق مدنية وهناك ضحايا مدنيين هناك أطفال هناك نساء هناك منازل مدنية تدمرت نتيجة أسلحة تدميرية روسية أكثرية المدنيين قد خرج أكثرية المدنيين خرجوا من هذه المناطق أما الذين يسمى بالمدنيين الذين باقوا في هذه المنطقة هم خرجوا نتيجة القصف الروسي نعم طبعا سيكون القصف الروسي قبل القصف الروسي كان هناك محاولات الهجوم من قبل العناصر الإرهابية على المناطق السورية المجاورة دواحي حماة وكذلك على شمال اللادقية إلى خيرها لذلك لا الجيش السوري ولا روسيا لا يمكن أن تتحمل مثل هذا الوضع ولابد من تصفية كل العناصر الإرهابية المتواجدة في هذه المنطقة لتامنة وكبرزيتة إلى خيرها حتى خانشقون وهذا الشيء يعني الذي سوف يتحقق خلال الفترة القصيرة طيب سيد قصانطين بعيدا عن هذه الجزئية من خلال متابعتك لوسائل الإعلام الروسية وما ينشر في روسيا هل هناك أعداد معينة لحجم مشاركة القوات الروسية على الأرض في المعارك أنا ما أستثني إمكانية ذلك لكن ليس مشاتعات إنما القوات الروسية الخاصة ممكن أن تشارك ويعني تساعد الجيش السوري في الهجومها على الإرهابيين طيب هذا الشيء تبيعي وهذا ما حصل أكثر من مرة خلال يعني نضال النظام السوري ضد القوة الإرهابية في المنطقة في سوريا طيب أنقل هذه النقاط إلى سيد مصطفى سيجر يعني سيد مصطفى اليوم سمعت ضيفنا ووسائل الإعلام الروسية تصريح بشكل مباشر أن القوات الروسية باتت تشارك بشكل مباشر على الأرض يعني انتقلت من السماء وأصبحت تزوج بقواتها على الأرض ضد فصائل معارضة المسلحة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام ما رأيك بكلام سيد قسطنطين من موسكو وما رأيك بالمشاركة الروسية على الأرض طبعا بكل تأكيد المشاركة الفعلية للقوات الخاصة الروسية الآن ميدانيا هي نتيجة الفشل الزريع الذي تعرض له ميليشيا قوات بشار الأسد فبالتالي على الرغم من أن من كان يقود العمليات العسكرية هم الجنرالات الروس غرفة العمليات العسكرية هي بقيادة الاحتلال الروسي ولكن أمام الفشل وعدم إحراز أي تقدم حقيقي الهدف من هذه الحملة ومن هذه الهجمات الإرهابية على المنطقة كان السيطرة على مدينة إدلب وما حولها بشكل كامل الآن نحن دخلنا بالشهر الخامس فبالتالي لم يستطع الاحتلال الروسي من حسم هذه المعركة فبالتالي هو دفع به القوات الخاصة الروسية لأن تكون مساندة ومشاركة ورأس حربه في المعارك المستقبلية والحالية ولكن دعني أؤكد هنا أو عقب على ما تفضل به ضيفك بكل تأكد هو لم يأتي بالجديد هو يستكمل سيناريو ومسلسل الأكاذيب الذي بدأه الجانب الروسي منذ انطلاقة السورة السورية لطالما تحدثوا عن الإرهاب ومواجهة الإرهاب واستهداف الإرهاب المدنيين الذين غادروا هذه المنطقة هم هجروا منها هم أبعدوا عنها بسبب الهجمات الإرهابية التي يتعرضوا لها من قبل طيران الاحتلال الروسي الاحتلال الروسي لا يستهدف تنظيم جبهة النصرة مقرات ومعسكرات تنظيم جبهة النصرة معروفة للجميع لم يتم استهداف أي مقر ولا مستودع ولا معسكر تنظيم جبهة النصرة إنما يتم استهداف المشافي والبناء التحتية والمدارس والمدنيين والآمنين بالتالي روسيا تستسمر من وجود تنظيم جبهة النصرة وأنا أؤكد هنا من خلال التعاملات الاقتصادية والمعابر المشتركة ما بين تنظيم جبهة النصرة بشكل مباشر وما بين الاحتلال الروسي روسيا تدعم الإرهاب من خلال عملية التجارة وتفعيل المعابر التجارية في هذه المنطقة وأنا أيضا أؤكد بأن روسيا هي أكثر من استفاد من وجود جبهة النصرة في هذه المنطقة والشعب السوري الآن يدفع يعني ضرر وجود هذا التنظيم وأيضا يدفع الهجمات الإرهابية التي يتعرض لها من قبل الاتلال الروسي بشكل مباشر روسيا سابقا كانت تعتمد على مجموعة ميليشيات تتبع لها أو بعض الميليشيات الإيرانية التي تدخل بالمساندة بالمعارك اليوم لماذا روسيا استغنت بشكل كامل بمعارك حماع عن العنصر الإيراني وعنصر الميليشيات الاحتلال الروسي لم يستغني إنما الإيران هو من نأى بنفسه لأن إيران لها حساباتها الآن إيران لم تكن قادرة على أن تشارك بشكل معلن وفعال في هذه المعارك لأنها تخشى الغضب التركي والكل يعلم أن المحادثات التي جرت ما بين الجانب التركي والجانب الأمريكي هي أيضا تطرقت إلى الوجود الإيراني في سوريا إيران تخشى من الغضب التركي إن شاركت في العمليات العسكرية أنا أؤكد بأنه كان لها مشاركة ولكن ضئيلة وغير معلنة ولكن هي غير قادرة على أن تشارك بفعالية أكبر لذلك يشعر الاحتلال الروسي بأنه قد ترك في الميدان بشكل مفرد أمام عجز ميليشيات بشار الأسد والمورتزق التابعي له من إحراز أي تقدم وأيضا عجز الضباط والجنرالات الروس من قيادة المعركة العسكرية فبالتالي الآن هو دفع بي القوات الخاصة الروسية لعلها تحدث فارقا على الأرض ولكن أنا أؤكد وأبشر بأن هؤلاء الزنادق والإرهابيين ممن جاءوا ليقتلوا الشعب السوري سوف يعودوا إلى موسكو بالتوابط إن شاء الله طيب أعود وأنتقل إلى سيد قسطنطين سيد قسطنطين سمعت ضيفنا من أنتك سيد مصرحي سيد جاري وقال أن المناطق المستهدفة هي بالأساس مناطق مدنية ومناطق خاضية لفصائل معارضة غير مناطق تواجد تنظيم جبهة النصرة بل على العكس التهمة روسيا بأن هناك معابر تسكت عنها معابر موجودة بين مناطق سيطرة جبهة النصرة والمناطق التي تخضع لسيطرة النظام هنا السؤال اليوم روسيا فقط سوف تزوج بقواتها وتقوم بهذه الصور الموجودة على الأرض حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تقدم حقيقي لا يوجد أي تقدم حقيقي على الأرض إضافة إلى التفاهم مع تركيا كما هو معروف ألا يمكن أن يؤثر هذا الأمر للتصعيد والحركة العسكرية المباشرة على الأرض أن تؤثر بالاتفاقات مع تركيا نعم نعم كل ما قيل قبل دقيقة بعيد تماما من الحقيقة لأنه أولا لا الجيش السوري ولا روسيا ليس لهم أي إرادة لهجوم مباشر على مدينة إدلب الهدف من الهجوم المشترك هو أولا تحرير المنطقة في الحدود ما بين إدلب واللاذقية وثانيا تحرير المنطقة على حدود ما بين محافظة إدلب ومحافظة حما بما في ذلك لكن سيد قسطنطين يعني بحسب تقارير رمامية دولية بحسب تقارير من منظمات دولية يعني روسيا متهمة بقصف مشافي وقصف مرافق عامة مثل المدارس ومراكز خدمية وبنى تحتية معينة والدفاع المدني أيضا كلها مراكز مدنية هذه هناك كثير من أخبار مشوهة وأكذيب في مثل هذه وخاصة إذا كانت هذه التقارير من المنظمات الدولية لكن هناك تحقيق من قبل الأمم المتحدة سيد قسطنطين بجبهة النصرة نعم هناك تحقيق رسمي من قبل المنظمة الدولية الأمم المتحدة بهذه الانتهاكات يعني وخاطبت بها الحكومة الروسية بشكل مباشر وكذلك وحتى من يقدم التقارير للأمم المتحدة كذلك في بعض الأحيان الناس يعني ليس بالضرورة بزمع طيب بالتالي يعني بعدين عندما يقولوا أن هناك قضف قضف يعني هادف أو غير هادف للأبرياء فخلينا ننظر إلى ما حدث في موصل في سبيل المثال خلينا ننظر إلى ما حدث في وراء الفراد ويعني كانت هناك ضحايا بين الأبرياء مرارا أكثر مما هي الآن في منطقة إدلب وخاصة أن منطقة إدلب أصبحت منطقة مكتفة بالعناصر الإرهابية التي انتقلت إلى هذه المنطقة من سائر المحافظات السورية طيب سيد مصطفى أريد أن أنتقل إليك سمعت السيد قسطنطين اليوم إلى أين يتجه المشهد العسكري في ظل وجود قوات خاصة روسية وقوات برية تشارك بشكل مباشر في المعارك إلى أين يتجه المشهد العسكرية بكل تأكيد نحن الآن في انصحة التعبير القوى السورية في هذه المنطقة تخوض حرب استنزاف بحق قوات العدو هذه المنطقة القوى السورية معنية بالدفاع عنها بشكل كامل صحيح أن هناك اختلاف بموازين القوى بحيث القوى السورية لا تمتلك الإمكانيات التي يمتلكها الاحتلال الروسي والنظام الأسد الرهابي ولكن ليس لدينا خيار إلا الصمود في هذه المنطقة والدفاع عنها وبالتأكيد نعتقد بأن الحسم سوف يكون لصالح القوى السورية ومن الواضح بأن الاحتلال الروسي لم يعتبر مما حدث في أفغانستان الآن ربما هو يذهب خطوات باتجاه التصعيد مع الجانب التركي وهو على ما يبدو أيضا لا يقرأ بشكل جيد المشهد ومستقبل المنطقة التقارب التركي الأمريكي بالأكيد لن يكون في صالح الاحتلال الروسي ومجموعة الأكاذيب التي سردها الضيف بكل أسف هي غير مستغربة يعني على مدار السنوات التسع السابقة تعودنا على جميع المحللين الروس هم يعيدون ويكررون روايات النظام الروسي ولكن أنا أعتقد بأن المرحلة القادمة سوف تبين بأن الاحتلال الروسي قد ارتكب خطأا فادحا بحق نفسه وبحق مصالحه داخل الأراضي السورية هو يراهن على نظام إرهابي نظام فاشل نظام لا يمكن أن يتم إعادة إنتاجه اطلاقا الشعب السوري لا يمكن إعادته إلى ما قبل 2011 لا يمكن كل محاولات الاحتلال الروسي بإعادة إنتاج نظام بشار الأسد وفرضه على الشعب السوري واستعادة كامل المناطق التي خرجت عن سلطة الأسد أن يتم إعادتها إلى سلطة الأسد أعتقد هذا الأمر مستحيل وقابل الأيام سوف تؤكد ما نقول أشكرك كثيرا مصطفى سيجري القيادري في الجيش الوطني كنت ضيفا عبر الأقمار الصناعية من أنطاكيا وشكر لك أيضا قسطنطين أترويت سيف كبير الباحثين في معهد الاستشراق في موسكو كنت ضيفا عبر الأقمار الصناعية من موسكو وشكر دائما موصول لكم مشاهدين الكرام بهذا نكون وصلنا لنهاية سوريا اليوم لهذه الليلة تفاصيل أو فتجدونها على موقع التلفزيون الرسمي والمنصات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء اشتركوا في القناة